ادى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة والدكتور محمد مختار جمع وزير الاوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الافرع رئيسية للقوات المسلحة وقادة القوات المسلحة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية وعدد من الضباط وضباط الصفي والجنود وألقى الشيخ السيد عبد الباري خطبة الجمعة أكد فيها على فضل ومنزلة الشهادة والتضحية في سبيل رفعة الوطن وصون مقدراته وعقب أداء الصلاة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم مشيرا إلى وجوب استحضار ذكر الشهداء دائما عرفانا بما قدموه من تضحيات والتي لولاها ما تحققت الإنجازات على أرض مصر وأدار السيد الرئيس حوارا مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله الأحداث المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على المنطقة مشيدا بجهود القوات المسلحة في تنفيذ مهمها بكفاءة واقتدار على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية ومؤكدا أن الشعب المصري يقف دائما خلف قواته المسلحة والشرطة المدنية للحفاظ على أمن الوطن وصود مقدساته